موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضاراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العنوين موسيقى البحرية البريطانية تصادر أسلحة وصواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي موسيقى وفد رابطة برلمانيون لأجل القدس يزور إيطاليا وبلجيكا لبحث جهود الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم قالت البحرية الملكية البريطانية اليوم إنها صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان وكانت من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات وأوضحت بريطانيا أن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام وتعقبته أيضا طائرة هولكابتر بريطانية وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن القارب حاول في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية لكن فريقا من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة وأوضحت بريطانيا أن الفحص الأولي للمضبوطات يشير إلى أن الطرود تشمل صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى وأضافت أنها أبلغت الأمم المتحدة بعملية المصادرة وجاءت هذه العملية في عقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهم البحرية الملكية البريطانية أسلحة إيرانية في المنطقة في أوائل العام الماضي خلافا لمقتضيات اتفاق ستوك هولم ذهبت ميليشيات الحوثي باتجاه نهب المليارات المخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين واستمرت في جرائمها على صعيد عسكرة المدينة وسحق حقوق وحريات الأهالي لو كان الكذب كائنا لكان الحوثي وربما ما قبل الكذب بهكذا دور فالحوثيون يكذبون حتى يستغرب من كذبهم الكذب ذاته وكلما كذبوا كذبة شهد شاهد منهم عليهم أو رد عليهم ملايين البشر الذين يكتوون بنارهم غير أن تكذيب الحوثيين جاءهم هذه المرة من حيث لا يحتسبون فالمجتمع الدولي الذي غطى كل قبح ميليشيا إيران بتعاطيه الذي وصل في بعض محطاته حد التماهي يقولها هذه المرة بلسان خبراء مجلس الأمن في تقريرهم الأقير إن الحوثيين أكذب مما هو معروف عنهم وعلى سبيل المثال ففي جزئية المرتبات التي ملأ الحوثيون الدنيا ضجيجا عنها وأنهم حريصون على صرفها للموظفين يكشف تقرير خبراء مجلس الأمن أن ما ذهب إلى أرصدة زعماء الميليشيا خلال ثمانية أشهر من عوائد ضريبية وجمركية مقابل دخول المشتقات النفطية من ميناء الحديدة كفيل لوحده بدفع رواتب الموظفين فكيف ومع تلك المليارات أضعاف مضاعفة من شركات الاتصال والسوق السوداء وجريمة الخمس والجبايات التي لا تتوقف ولا تنتهي لافتاتها المتكاثرة كالفئران وفي تقرير خبراء مجلس الأمن فإن الحوثيين تحصلوا من ميناء الحديدة خلال بضعة أشهر فقط على أكثر من 271 مليار ريال ويشير التقرير في الفقرة ذاتها لعدم دفع الحوثيين شيئا من ذلك رواتب للموظفين رغم نص اتفاق ستوك هولم على ذلك وكحال لافتة الرواتب التي يرفعها الحوثيون وهم من يسرقونها وهم من تسبب ابتداء بقطعها يتوقف التقرير أمام مشاخد وشواهد أخرى تعري ميليشيات إيران وجميعها تؤكد أن التأخر في تخليص ملايين البشر من سيطرة الميليشية أبشع صور خذلان الإنسان لأخيه الإنسان يواجه مجلس القيادة الرئاسية العديد من التحديات وفي مقدمتها دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت مظلة وزارتين الداخلية والدفاع تحديات يصب بقاؤها في مصلحة ميليشية الحوثي الإرهابية إن لم يتم إيقاف الحوثيين عن الاستمرار في شن هجماتهم فإن استمرارية مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة ستواجه تحديا خطيرا في المستقبل بهذه العبارة يقدم التقرير الأخير لخبراء مجلس الأمن توصيفا لأحد التهديدات المتربصة بوجود مجلس القيادة الرئاسي والوضع اليمني بشكل عام ولأن التهديد الحوثي ليس مستغربا مجيئه في تقرير الخبراء باعتبار الحوثي أس الكارثة وأساسها والمتسبب باستمرارها فإنما كان لافتا للنظر تمثل في توقف تقرير الخبراء أمام التهديد الداخلي المتربص بمجلس القيادة الرئاسي ومن ثم بالوضع اليمني برمته ووفقا للتقرير فإن مجلس القيادة الرئاسي يواجه تحديا يتمثل في كيفية دمج القوات المسلحة المختلفة وتوحيد قياداتها وبمفهوم التقرير فإن كل تأخير في تجاوز التحدي الداخلي يصب في صالح الحوثيين والمشروع الإيراني وتلك بدهية ليست غائبة بالتأكيد عن من له أدنى إلمام بالشأن اليمني فضلا عن إمكانية غيابها عن ممارس سياسة يخوض غمارها وهو ما يعني بداهة أن كل إشغال للشرعية بمعارك جانبية في اللحظة الراهنة يعد أفضل هدية تقدم لإيران ومشروعها التمزيقي وأن كل إرباك لعدن هو أقصر الطرق للذهاب باليمنيين بعيدا عن معركة استعادة صنعاء ووفقا لمعطيات الواقع ومتطلبات معركة المصير فليس أمام اليمنيين سوى اصطفاف مجلس القيادة الرئاسي واصطفاف الجميع خلف الدكتور العليمي وتأكيد حضور الدولة في عدن وتوجيه موصلة الجميع نحو صنعاء أكد تقرير حقوقي وفاة سبعة مدنيين تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوث الإرهابية خلال العام الماضي الفين واثنين وعشرين وقالت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري في تقرير إن سبعة مختطفين مدنيين قضوا خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيات الحوث الإرهابية تابعة لإيران بسبب التعذيب وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق جرائم تعذيب متنوعة لمائة وعشرين مختطفا ومخفيا قسريا في سجون الحوثين ذكرت التقارير أن المنظمة تلقت العام الماضي مائة وثمانية بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية التابعة لميليشيات الحوث الإرهابية واتهمت المنظمة ميليشيات الحوث بتطويع القضاء لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن استنكاره بشدة للسطو المسلح على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بالعاصمة المؤقتة عدن وأكد الاتحاد في بيان تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين واستنكر بشدة ما قامت به قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن من اعتداء بالقوة المسلحة على مقر النقابة والاستيلاء عليها وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب أن هذه القوات قامت باقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة عدن وأرهبت العاملين في المقر ومارست الوصاية المسنودة بالقوة العسكرية لفرض أجندات لا علاقة لها بمهنة الصحافة وأوضح الاتحاد العام للصحفيين العرب أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين يشكل تعديا سافرا على الحياة النقابية بالرغم من وقوف النقابة اليمنية على مسافة واحدة من كل الأطراف باعتبارها منظمة مهنية هدفها حماية وصوت وصون الحريات وشدد الاتحاد العام للصحفيين العرب على ضرورة إخلاء مقر النقابة على الفور وادع المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة ما تعرضت له نقابة الصحفيين اليمنيين والتضامن مع النقابة اليمنية إلى ذلك أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة الموقعة تعدا جنوبية البلاد وقال الاتحاد إنه يضم صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الهجوم ويطالب الجهات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ تدابير عاجلة لضمان إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتمكين الصحفيين من استعادة حقوقهم والسئنا في عملهم واعتبر أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي الحادثة هجوما سافرا على الحركة النقابية وحقوق الصحفيين والإعلاميين في البلاد حثث السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن قيادة الشرعية وكافة الجهات المعنية في الحكومة تهتم بالعلاقة مع الإعلام الدولي وتؤمن أن حرية الرأي والتعبير تمثل المفتاح الحقيقي لبناء الديمقراطية وحماية المجتمع من الطائفية والفكر المتشدد وأكد وزير الإعلام على أهمية دور الإعلام الدولي في تناول أبعاد المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران على الدولة والتوافق الوطني ونقل صورة حقيقية عن هذه الجماعة الإرهابية التي لا تختلف عن غيرها من التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وتطرق الإرياني خلال لقائه وفد إعلامي دولي إلى أوضاع النساء والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضدهن في مناطق سيطرتها والتي شملت الاعتقال والإخفاء القسري وتقييد حق الحرية والتنقل والسفر والتعسف ضد حقوقهن المشروع في الوظيفة العامة في إطار استراتيجية رابطة برلمانيون لأجل القدس لتعزيز العلاقات الدولية مع مختلف الجهات والدول الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية قام وفد الرابطة برئاسة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر مطلع شهر فبراير بزيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا استغرقت عدة أيام التقى خلالها بعدد من المسؤولين الإيطاليين وممثلين عن منظمة العفو الدولية وجماعة سانت أجيد الناشطة في مواضيع السلام والتعاون الدولي وحقوق الإنسان وأستعرضت اللقاءات وأوجهت تعاون وسبول إنجاح الجهود البرلمانية والقانونية للدفاع عن مدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني بل أطلع وفد الرابط البرلمانيين والمؤسسات الأوروبية على الأوضاع الراهنة في فلسطين وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية كما جرى تعريفهم بجهود الرابطة في خدمة القضية الفلسطينية ودعم ملف عضوية الرابطة في البرلمانات والمؤسسات الدولية لتعزيز التفاعل مع الكتل البرلمانية الأوروبية وضم أعضاء برلمانيين وأوروبيين في الرابطة وتم الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون بين الرابطة والبرلمان الإيطالي والتنسيق المشترك في المحافل الدولية وتعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية الإيطالية لكشف اعتداءات الاحتلال في فلسطين وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان إلى ذلك وفي سياق أنشطة رابطة برلمانيون لأجل القدس في التواصل مع البرلمانيين الأوروبيين لصناعة حراك داعم للقضية الفلسطينية قام وفد الرابطة برئاسة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر رئيس الرابطة بزيارة لمملكة بلجيكا استغرقت يومين وعقد وفد الرابطة عدة لقاءات بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل واستعرض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات تخالف القوانين والمواثيق الدولية واكد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية ودعا وفد الرابطة البرلمانيين والمؤسسات الأوروبية إلى دعم ملف عضوية الرابطة في البرلمانات والمؤسسات الدولية ومشاركة الكتن البرلمانية الأوروبية في أنشطة الرابطة المختلفة وأكدت اللقاءات على ضرورة التنسيق المشترك لكشف انتهاكات الاحتلال واعتداءاته على الشعب الفلسطيني وتفعيل العلاقة بين الرابطة والبرلمانات الأوروبية وعقد ورش عمل مصغرة لتعريف بالقضية الفلسطينية بمشاركة البرلمانيين الأوروبيين وترتيب زيارات إلى دول الاتحاد نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيحوت محملة تفتيش للمحال التجارية والمطاعم والبوفيهات لمراقبة الأسعار والتفتيش عن المواد الغذائية والكمالية منتهية الصلاحية قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيحوت محمد الزويدي إن حملة الرقابة ستشمل كافة أحياء ومناطق المدرية خلال الأيام القليلة الماضية ووضح الزويدي أن الحملة ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية والكماليات منتهية الصلاحية مؤكدا بأن كافة الجهات المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ارتفاع معدل شكاوى المواطنين في المدرية من تضاعف عملية تلاعب التجار بالأسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية مستغلين غياب الدور الرقابة أكد مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة وصول كميات إسعافية من المشتقات النفطية السعودية لمعالجة الانطفاءات المتكررة في المحافظة وقال نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء سعيد مبارك إن الكميات التي وصلت على متن عدد من القاطرات بلغت الفطن من الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لدعم محطات الكهرباء وثمن مبارك دور البرنامج السعودي في دعم المحطات والتخفيف من معاناة المواطنين من انقطاع التيار بعد نفاذ الكمية الإسعافية التي قدمتها السلطة المحلية مؤخرا تواصل ميليشيا الحوثي منذ شهر منع دخول المئات من الشاحنات المحملة بمادة الإسمنت المصنع مهليا في المحافظات الجنوبية إلى مناطق نفوذها بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء الحديدة قالت مصادر تجارية إن أكثر من أربعمائة شاحنة تجارية على متنها مادة الإسمنت محتجزة في منفذ نهم وعفار والراغدة وغيرها من المنافذ التي استحدثتها في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة وأشارت المصادر إلى أن الإسمنت الذي تحول الميليشيات دون دخوله إلى مناطق سيطرتها وإسمنت الوطنية القادم من محافظة لحجة وإسمنت الوحدة القادم من مصانع محلية في محافظة أبيان جنوبي البلاد في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة